سياسيا أعلنت فرنسا أنها ستنظم يوم الخميس المقبل أو ستنظم يوم الخميس المقبل اجتماعا بشأن المستقبل السياسي لمدينة الموصل وقال وزير الخارجية جان مارك إن فرنسا والعراق سينظمان بعد يومين اجتماعا وزاريا بحضور عشرين دولة من دون إيران لإرسال الاستقرار في الموصل بعد أن تتم استعادتها من قبضة داعش إثر المعركة التي أطلقتها الحكومة العراقية بمساندة التحالف الدولي